السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بنشوف فيديو مش من فيديوهات تبسيط العلوم ولكن فيديو بنشوف فيه خطوات كيفية البحث فيه محركات البحث ومصادر المعلومات عن مقالة معينة او بحث معين فانا دخلت جوجل اهوب وكتبت مسلا effect of casuarina alylochemicals ده عنوان ايا كان مش مهم التنغامة بتاعته ايه المهم ان العنوان اللي انا عايزه بكتبه علما ان جوجل او محركة البحث ما بتدورش على عنوان كده لا بيدور على كلمة effect اللي موجود معاها كزوارينا ده احد النباتات والكلمة التالتة وهكذا فبيجمحهم اللي مدرور كلهم موجودين في صفحة واحدة بيحطهم لهنا ممكن يلاقي ابحاث هنا اه ممكن ان خلصا ان هم بتاع بدي اف ولكن اللي يهمني هنا اول واحد اول واحد ده اللي هو ده بيقاص بالابحاث لما هعمل وحفتحه في صفحة جديدة او تبويب جديد ادي الابحاث بتاعتي اهيه وممكن من هنا اختار عدد السنوات او الرينج بتاعه من سنة كزا لسنة كزا الى اخر هذه الامور طيب ادي اول بحث اهو طيب انا عايز البحث ده علما انه معظمه هيكون بيتقف غالبا يعني سنة البحث المؤلفين بيكونوا مكتوبين هنا اهو سنة النشر موجودة هنا والجامعة او المصدر اللي موجود منه يعني هنا مثلا ايه جامعة هواوي هنا كزا هنا كزا الى اخره لو عملت راية كريك وفتحته فيه تبويب جديد بالشكل ده كده طبعا ده بيختلف بقى حسب كل واحد وزبطة كمبيوتر ممكن يعمل دون لوت على طول ممكن يفتح بالشكل ده فلاقي البحث بتاعي اهو البحث بتاعي اهو هنا اربع صفحات واقدر اعمله دون لوت او اطبعه من عليمين من هنا وده اللي فوق ده الرابط بتاع البحث بالشكل ده كده ده البحث هنا كاملا اهو عنوان البحث اللي هو قليله باثي جورنال سنة كزا خمسة وتسعين منشور في كزا البحث كله بالكامل اقدر اعمله دون لوت من هنا طيب ده اهو نشوف واحد او ناتجة تانية اللي هي ما فيهاش بدي اف هنا اعمل كده ورايت كلاك باضغط واشوف رايت كلاك بالدزرال اليمين عشان افتحها في صفحة جديدة واشوف مع بعض كده ونشوف مع بعض هي طبعا بيتواقب بقى على سرعة النت ونشوف واحد تاني اهو اللي هيفتح فيهم اسرع اهو ده فتح اسرع جايب لي البحث بالشكل ده كده اه ده تبع جايب لي ملخص البحث او الابستراكت ليه ده تبع الهيئة دي او المنظمة دي اللي هي ممكن لو انا عايز اطلب بقى البحث يعني ادي ده بيطلع لي حاجة بالشكل ده كده ادي البحث هنا اهو ده اللي انا كنت فتحته من شوية ادي البحث اهو والمؤلفين وسنة النشر الى اخره موجود فوق اهو 2006 خلاص اهو وهنا اعطيني اختيارات اعمل download بالفورمات اللي انا عايزها لو انا ضغطت هنا كده اهو ممكن يعمل download على طول او حيفتح في صفحة تبويب جديد زي ما حنشوف مع بعض كده طبعا واضح ان دي باللغة الصينية يعني او ياباني بقى انا معرفش طبعا فحقفلها ونروح نشوف بحث اخر يكون باللغة معلومة بالنسبة لنا ادي اهو هنا البحث ده ده 2010 نفس الطريقة نشوف بحث اخر اهو ونشوف اللي بعده كمان بالشكل ده كده اه ادي بحث اهو ادي اسم الجورنال بالشكل ده journal of forest research اهو اعطيني الابستراكت اه اعطيني الابستراكت موجود هنا الملاقص بتاع البحث موجود هنا وده الروابط بتاعته الى اخره طبعا لما بيكون واحد مشترك في المجلة دي ممكن ان هو بيعمل داون لود البحث او يخش على موقع المجلة دي وينزعم له داون لود ازا كان الاشتراك هنا مجاني بس واضح ان ممكن ما يكونش هنا مجاني طيب نشوف واحدة تانية ادي بحث هنا اخر بالشكل ده كده برضو ده مش مجاني اهو هنا بشتري المجلة كلها العدد كله او بشتري البحث ده طيب حد يقول طب ما هنا احنا كده كده بندور على المجاني ولو ما كانش مجاني على اقل بطلع بالابستركت يعني هنا اهو عطيني الصفحتين البحث اهو عطيني الصفحتين منه واقدر اعمل لهم داون لود لو انا عايز البحث كله بقى بقى خلاص اهو وقدي المراجع بالشكل ده كده واقدر اضغط على كل مرجع من دول بحيس اروح للمكان بتاعه لو هو يهمني ان احصل علي طيب اذا كان في حاجات مجاني خلاص مفيش مشكلة طب والحاجات اللي بفلوس اه ده يتطلب بقى ان الواحد المؤسسة بتاعته في الجامعة بتاعته او المعهد او المكان اللي هو فيه او هو بصفة شخصية بيكون مشترك في احدى مصادر المعلومات طبعا لما يكون في جامعة من الجامعات بيضغط بيبقى يعرف المكان حيروح فين اهو بيبتدي عربي انجليزي الى اخره ثم يقدر يغطط على اه قواعد المعلومات بالشكل ده كده وطبعا بيطلب منه اليوزر مني والباسورد بتوعه فبيدخلهم وحنشوف اللي هيحصل هيكون ايه اهو بالشكل ده بعدما بدخلنا اليوزر نيم والباسورد فده اليوزر اللي بيطلع لي هنا بالشكل ده بروح على المكتبة الرقمية بضغط عليها اهو قواعد المعلومات اللي انا عايز هل هي كتب هل هي رسائل الى اخر هذي الموضوع ولا بدور بالموضوع او اخش على قواعد او البحث الموحد اللي هو بيدولي في كل حاجة مرة واحدة دي القواعد المعلومات الاجنبية هنا برجع مرة تانية هنا هل ممكن ابحث مرة واحدة على طول اه ممكن هنا طيب قولي التسهيل هاخد العنوان اللي أنا كنت بدور عليه بالشكل ده كده اهو وهروح احطه هنا واشوف النتيجة البحث هتكون ايه اهو فبيدين البحث بتاعي نتيجة البحث اهي ادي اول بحث بالشكل ده اهو البحث اهو ولو انا عايز البحث ده سهل انه عم جاي وعايز اطلع عليه الاول قبل ما عمله دون لود بيخيرني بقى انا عايز ادور يعني انا البحث ده ملعتوش كامل ده سنة الفين واربعتاشر طب بيقول لبقى دي اماكن ممكن يكون فيها البحوث كاملة اهو فلو ضغطي هنا بقوله حيروح يدور لي هو على البحث ده بيقول لي انا بشوفه لك في المكان اللي ممكن يكون البحث موجود فيه كامل بصورة كاملة يبقى دي ابحث تلعطلي هنا الحقيقة ممكن اعمل اللي هو بحث متقدم عشان احدد انا عايز ايه بالزبط فممكن احدد الحاجات المجانية وهنا بقول لي من سنة تمانية وسبعين فانا عايز لا انا عايز حاجات احدث شوية فممكن لغاية من سنة تسعين مثلا كافي جدا مثلا او عايزها بعد كده سنة الفين بحيس يعني يعني اهو فبيعمل اهو كل ما هو اقدم من كده خلاص شلي خليلي الحاجات الحديثة بس يبقى من الفين لالفين وتسعتاشر هل عايز كل ما عايز الكتب في كتب في اه الى اخره فانا اللي يهمني لا انا عايز الايه الجورنال بس الابحث فقط اهو بالشكل ده بدايق للبحث الاول كان متين وشوية او تقرب من تلتمية الى اخره بالشكل ده كده هنا اهو مخيرني ان اعمل دا واللود للبحث لو اعمل كده البحث اهو الابستراكت بالانجليزي البحث ممكن يكون هو نفسه بلغة تانية فنشوف بحث اخر اهو بنشوف العنوين المطابقة للعنوين اللي نعايز طيب حسيت ان العنوين بتاعتي ما فيهاش انا يهمني بقى هنا بقى مهارة اللي بيدور خلاص انا ممكن فيه كلمات عامة اشيلها زي دي ممكن تشال انا بقى عايز الكازورينا ولا الاليلو كيميكالز لو ندور عن الكازورينا تحديدا يبقى حسبها طب نجرب كده بعد مشير نشوف الابحاث هتطلع اقرب شوية ايوه اهو بالشكل ده فيه ابحاث مكتوب بي دي اف فول تكست يعني البحث ده ممكن ان انا نزله كامل اهو طب البحث الاوائي مجاني فبضغط عليها بيفتح لي على الصفحة اللي احنا هنشوفها دلوقتي اهو فبيديني الاماكن ممكن يدور فيها انا باختار اول واحد واجرب التاني وهكذا فضغطت اول واحد هيروح يدور لي وحنشوف النتيجة اللي هتطلع اهو البرو كويست ده موقع من الموقع المجانية وبتحط البحث مجانية ادي البحث اللي انا عايزه اهو اهو نفس البحث اهو وعطيني دون لود بدي اف يبقى ده سامح ان اعمله ده هو بيعرضولي اولا هنا كده اهو بالشكل ده كاملا من على الانترنت وممكن اعمله دون لود مش بس كده كتب لي هنا المواضيع المشابهة للموضوع ده بحيس انه ممكن لما اقرأ كده نقرأ الكلام ده فلاقي انه قريب ولا مكنتش عارف البحث ده فابتدي امي يه اجيبه بحيس انه ممكن اشتغل عليه او يساعدني في الكتاب خصوانا حاجات حديثة يعني ده 2017 2014 في الاول نعمل كده نضغط على دون لود بيتي اف هنلاقي بيتحمل عندي هنا اهو ولما عملت فيه صفحة جديدة هيفتح بالشكل ده يعني دغط عليه هيعمل دون لود عملته في تبويب جديد اهو 12 صفحة 12 صفحة واقدر عملله دون لود من هنا وانا قررت خاصة عملته دون لود هنا تحت اهو طيب يبقى هنا عرفتنا هنستخدم دي ازاي او لو عملت له طمام طيب نستفاد بقى هنا بالابحث التانية لو انا عايز البحث ده بزرائل يمين وعمل لودها في تبويب جديد هنا ادي التاني في تبويب جديد عفوا حالكتفي بالاتنين دون اهو طب بس نشوف بس لغة البحث يعشان واضح عند اللغة البحث ايه اه لا مش هتنفعنا هنا اه لا ده انجليزي تمام قال لي بثك كذا 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 اه اقدر عمله دون لود واقدر اشوف زيما اتفقنا راية كليك في صفحة جديدة اوام اضغط دون لود دا ستتاشر صفحة اهو واضغط هنا نجرب بقى المرة دي فبيديني الاختيار هخزنه فين وابتدى قوم جاي ايه منزله عندي بالشكل ده يبقى احنا شوفنا لو ضغطنا على طول بيعمل دون لود على طول ممكن اعمل له برينت ممكن راية كليك وافتحه زي ما انا عملت كده واعمل له دون لود من عندي يبقى احنا بالطريقة دي كده اهو في مصادر المعلومات بتاعة الجامعة دي الصفحة الرئيسية اهي كتبت العنوان اللي انا عايزه خلاص فبيدول فيهم كلهم انا ممكن من الاول خالص ممكن احدد الحاجة اللي انا عايزها فبالتالي لما احنا دورنا طلعت لي ابحث كده وقدرنا ازاي نحدد البحث بتاعنا سواء من عدد السنين او زي كنت عايزوا مجلات عايز الى اخر مواضيع معينة بدل ما يدول دي في كل المواضيع اه الى اخر هذه الامور بس فدي طريقة وسيطة وسهلة يبقى احنا شفنا لو انا بدور في جوجل بالشكل ده كده وقدرت ادخل على اهو بدور وادخل على اول اختيار اللي هو خاصة بالمراجع العلمية او المقالات العلمية وديت المقالات العلمية بالشكل ده كده هنا واقدر حدد السنوات واقدر اتصفح كل ده وكل دي ضام النهي ابحاث ومكتوب الملخص بتاعها موجود هنا قدامي طيب مش بس كده وشفنا الجامعة اللي احنا موجودين فيها بنخش على طبعا الشكل هيتغير حسب كل جامعة وبعدد بندور على الحاجة اللي احنا عايزينا في وسائل وطرق كتير للتدوير او للبحث متأسف يعني التدوير دي بقى العلمية المصرية معلش فبنشوف بالشكل ده كده هنا اهو عاطيني الكتابة دي ممكن فل تكست بي دي اف فهيحاول الصفحة للشكل بي دي اف اهو جوه الصفحة من غير ما يخرج منها واقدر عمله دا واللوت هنا اشوف الريفرانس واحد واربعين هل ممكن نشوفه يعني فيه طرق كتير اقدر اعمل بيها البحث بتاعي واتوصل الى مرجع من المراجع طيب في حاجة احنا ما قلتها بقى لها في الاول خلص احنا قلنا اول اختيار وعرفنا لما بيديني على الابحاث هنا بالشكل دا اقدر من جوجل نفسه لما لاقي بي دي اف كده اعمل وافتحه فيه تبويب جديد بالشكل دا كده هيفتح لي بحثه و2017 تمام تمام دا حديث جدا يبقى ابتدي اعمل ايه اعمله دا واللوت واحفظه في المكان اللي انا عايزه بالشكل دا كمان واحد اهو نختار طب لو ما كانش بي دي اف غريبا حيوديني على المكان اللي فيه البحث دا وانا محظي بقى اه اشوف هنا دا بيش مجاني عشان كده بيقول ايه request full text يعني لو انت عايز ابعت بقى للاثر هو يصبح لك ابعت لك نسخة او حاج دا مثلا دا 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 مجان لو هنا نشوف واحد تاني اهو ما فيش بي دي اف ولا حاجة نشوف حيوديني فين لان ممكن وانا بدور كده ممكن يكون اهو دا فتحها عطول مرغبا مش مكتوب بي دي اف لكن موجودة على طول فتحلي عطول دا اثنين وخمستاشر وبرضو اهو على الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه وهكذا يبقى احنا شوفنا دلوقتي كده اكتر من طريقة ايما بدور في جوجل طبعا لو فتح لي بقى صفحة بتاعت اي حد تاني او موقع مش معضرف يعني انا ما عرفش ما عرفش الموقع دا اي حكايته بالزبط لا فمحتاج بقى ان احنا في الحالة دا هي تحد يساعدنا خلاص طبعا فيه دور نشر مشهورة جدا زي السبرينجر وغيرها بيبقى معروف او الريسيرشي جيت او ايا كان او موقع جامعة من الجامعات دا بيبقى موقع موصوق فيه يعني فيفضل التعامل مع المقالات العلمية اهو عشان نقدر ايه نعرف بيبقى مكتوب فيها كل حاجة والمؤلفين وعناوين ووسائل الاتصال وحاجة منشورة وتشافت وبالتالي بالطريقة دي بنكون احنا دورنا على موضوع معين من خلال الجوجل او من خلال صفحة الجامعة او المعهد اللي احنا بننتمي اليه وكده بنكون احنا حصلنا المراجع بتاعتنا ان شاء الله يتكون دا فيديو ميسر ويساهلنا الامور في طريقة جامع المراجع العلمية اللي محتاجينا في مكشوع التخرج او في اي غرض اخر يعني شكرا وبالتوفيق ان شاء الله سلام عليكم